إذن مشاهدين التوتر الذي يسود على خلفية الملف الأوكراني يترجم تحشيدا عسكريا متواصلا في الشرق الأوروبي حشود عسكرية من النيتو وروسيا على حد سواء فموسكو تقول إنها تتحرك بما نطاق سيادتها وواشنطن تتحدث عن حماية دول الأطلسي وحلفائها وسترسل ثلاثة ألاف جندي إضافي إلى بولندا فكيف بات المشهد العسكري على خريطة التوتر هذه التفاصيل بالأعداد والانتشار أيضا في هذه الفقرة من غرفة الأخبار مع زمير روبير الناخر روبير مساء الخير مساء الخير شونتال لا صوت يعلو فوق صوت ما تحدثت عنه هذا العتاد والعديد من السلاح العسكري النوعي من مختلف الأطراف الأوروبيون التبدلات أيضا تكتيكية لالبنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية ولكن أيضا أكثر من مئة ألف جندي عسكري روسي فيما تقرع طبول هذه المعركة المسرح يستوعب الجميع وكل طرف بدأ باستعراض عضلاته العسكرية في مبارزة لتزال مجمدة حتى الآن لكنها مشوبة بحذر شديد من كلا الطرفين روسيا من جانب والغرب من جانب آخر وسط هذا الاستعراض نقف على أهم نقاط الانتشار العسكري للجانبين وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن ثلاثة ألاف جندي أمريكي إضافي سيصلون بولندا مطلع الأسبوع المقبل وسينضم هؤلاء إلى نحو ألفي جندي كانت واشنطن قد أعلنت مطلع هذا الشهر أيضا إرسالهم لتعزيز قواتها في بولندا وألمانيا وفق بيانات أمريكية يملك حلف نيتو 12 ألف جندي وأيضا 22 طائرة مقاتلة في أوروبا إلى جانب مركز صواريخ باليستية دفاعية في رومانيا وآخر قيد الإنشاء في بولندا في بولندا حشد حلف نيتو 6900 جندي بينهم 5700 جندي أمريكي إلى جانب 1650 جندي آخر في لتوانيا بالإضافة إلى 1200 جندي في إستونيا و1200 جندي في لاتفيا أي 2400 جندي هذا التماترس يقابله أيضا حشج روسي عسكري ضخم قوامه أكثر من 100 ألف جندي مجهزون بأسلحتهم على طول الحدود مع أوكرانيا في بيلاروسيا تملك موسكو 10 مجموعات تكتيكية عسكرية عزتها بنحو 30 ألف جندي أيضا من القوات القتالية والعمليات الخاصة بالإضافة إلى مجموعاتين في كوركسك وخمس مجموعات في بوغولوفو و12 مجموعة في فوروينغ وبيلغورود وعدد أيضا مماثل في روستوف وفي القرم جنوبا نشنت روسيا عددا مماثلا أيضا من قواتها كما نشرت روسيا منظومة S-400 الروسية الدفاعية الشهيرة في منسك وأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى اسكندر وأيضا طائرات مقاتلة مختلفة في ظل هذا الحشد الروسي الضخم وما يقابله من حشد للنيتو طبق التساؤلات لا تجد إجابات حتى الآن فهل ستتحرك هذه القوات في أي لحظة أم أن هذا كله يدور في إطار استراتيجي ومن أجل تمهيد الطريق أمام الدبلوماسية الناعمة والحاسمة متبعة معنا من واشنطن الخبير في السياسة الخارجية والأمن القومي بليز ميسال سيد بليز أريد منك أولا قراءة للمواقف الأمريكية الأسبوع الماضي معدنه البنتاجون بشأن حماية مصالح الحلفات دعوة الرعاية الأمريكيين لمغاردة كييف وأيضا تبديل استراتيجي وسحب جنود أمريكيين مساء الخير لكم والمشاهديكم يسعدني أن أكون معكم من الواضح أن هناك قلق بالغ في واشنطن الآن فيما يتعلق بالحشد العسكري للقوات الروسية وهذا يحدث ليس فقط في أوسيا ولكن أيضا في أوسيا البيضاء بلاروس وغيرها وما نسمعه من الإدارة الأمريكية له هدفين اثنين أولهما هو أن نوضح لموسكو أننا نرى حركة تلك القوات وأننا نفهم نواياهم وأنهم لن يتمكنوا من أخذ أوكرانيا على حين غيرها كما فعلوا من قبل والعالم يعرف ما يحدث لكن الهدف الثاني أيضا وهو هدف بالغ الأهمية هو محاولة إنشاء نوع من الوحدة والاستجابة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا لكي يكونوا مستعدين إذا حدث غزو نروسي فيكون لديهم عزيمة مشتركة واستجابة موحدة من كل أعضاء حلف النيتو سيد بليز هل تتابع الصحافة الأمريكية في الساعات الأخيرة بعد الاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي وزير الخارجي الأمريكي ونظيره أيضا الروسي والاتصال الذي حصل أيضا قبل قليل من الآن وانتهى قبل قليل بين الرئيسين أيضا أمريكي والروسي تتحدث الصحافة بأن الولايات المتحدة تركت أوكرانيا وحيدة وأنه بحلف النيتو يخشى أيضا الضغوطات الروسية أي حرب متصلة أيضا بإمدادات الغاز والنفط في حال ذهبت إلى المواجهة روسية على الأرض وجاءت العقوبات الأمريكية القاسية أعتقد أن ما نرى من الرئيس بايدن والاهتمام الذي يليه لهذه الأزمة إنه لن يترك أوكرانيا وحدها ولن يدعى روسيا تقوم بما شاءت في أوكرانيا لكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف النيتو والدول الأوروبية حريصة على حماية الأمن والسيادة لأوكرانيا وحمايتها ضد أي غزو محتمل لكن في الوقت نفسه أعتقد أن الولايات المتحدة قد أرضحت أنها لن تسعى للدخول في حرب مفتوحة مع روسيا بسبب أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعيد تركيز انتباهها وإعادة موضعة قواتها لفترة أطوط لمواجهة تحديات أكبر تأتي من الصين بدلا من أن تضع المزيد من القوات في نطاق يعارضها للخطر أو أن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقا فالولايات المتحدة أوضحت أنه سيكون هناك استجابة من طرفها وسيكون هناك ثمن باهر لروسيا لو قررت أن تواصل هذا المسعى العسكري وتغزو أوكرانيا وبالطبع هذا له بدأ له الدبلوماسية هذا الربط المنطقي اليوم في أولويات الإدارة الأمريكية في المواجهات المختلفة أو الصراعات الدولية أولوية المواجهة الصينية تتقدم على المواجهة الروسية وإن حصلت هذه الحرب ربما ستكون الردود الأمريكية محدودة وبالتالي تقتصر فقط على هذه العقوبات التي تتحدث عنها الصحافة الأمريكية وربما أيضا الموقف الأوروبي مرتبط بشكل كبير وجوهري بالقارات الأمريكية واتصالات الساعات الأخيرة الخاصة الآن أعتقد أنه على مدار العشرين عامة المقبلة أو العشرين عامة المقبلة سيكون هناك تهديد أكبر من الصين على الروسية التحديدية أن تتعامل معه ولكي تتعامل مع هذا التحديد فإن الرئيس الأمريكي عليه أن يتخذ قرارات صعبة في أين ومتى يلتزم بوجود القوات الأمريكية وأين سيخصص المواد الأمريكية وفي الوقت نفسه أعتقد أنه من الأهمية بما كان بالنسبة للرئيس الأمريكي أن يفهم أن العالم كبير لكنه مترابط للغاية وما يحدث في أفغانستان على سبيل المثال يمكن أن يؤثر ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في تايوان وما يحدث في المحيط الهادي والمحيط الهندي إذن من الحكمة للولايات المتحدة الأمريكية ألا تسعى للدخول في صراع مع روسيا بسبب أوكرانيا وعلينا أيضا أن نكون وعين ومدركين للإشارات التي يرسلها ذلك الموقف للصينيين الذين هم أيضا يتابعون عن كثب تطورة هذه الأزمة ولهذا فإن الرئيس بايدن قد حرص بشكل كبير على أن يقوم بعدة أشياء أولها أن يتأكد من أن حلف الناتو يتحدث بصوت واحد وأن كافة أعضاء حلف الناتو ملتزمون بفرض ثمن باهز على روسيا لو قام بالغزو ثانيا أوضح أيضا كيف ستكون هذه التكلفة لتوضيح أن هناك عقوبات اقصادية ضخمة ستفرضها أمريكا وتفرضها الدول الأوروبي على روسيا لكن أيضا ثالثا وكما أوضحت في حديثك التأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية تظل ملتزمة بدعم حلفائها أوكرانيا ليست عضوة في حلف الناتو لكن دول البلطية عضوة فيها وبالتالي نرى أن أمريكا تنسل قوات هناك وبالتالي لو غزت روسيا أوكرانيا فلابد أن تفهم أنها لا تستطيع أن تواصل مسعيها وتغزو دولا أخرى من أعضاء حلف الناتو فأمريكا ملتزمة بالدفاع عنهم أشكرك جزيلا شكر الخبير في السياسة الخارجية والأمن القومي بليز بميسال كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن إذن كما تبعنا شانطال وهذه القراءة أيضا لسيد بليز ربما مرتبطة بنقاط تطلع إليها الإدارة الأمريكية ربما الأولوية اليوم لملفات خارج أوروبا تحديدا الصين ولكن تبقى الحشود العسكرية التي تحدثنا عنها منذ قليل ولاتبعناها أيضا مع المشاهدين هي المؤشر الأبرز والأكبر ربما لبلوغ ساعة الصفر في المواجهة لغة الحرب على الحدود الأوكرانية الروسية تعلو روبير صحيح لكن كل ما يتابع هذه الأزمة والاتصالات الحاصلة يراهن على أنه خلينا نقول النقاشات التي تجري تجري بعيدا جدا حتى عن أوكرانيا كما أشرت مع ضيفك ليلى سنكون بانتظارك روبير في ملفين آخر ليلة ترجمة نانسي قنقر